السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في سؤال كيف يقبل رجال الدين مبدأ قتل المرتد وجاء بالرغم من وضوح في القرآن جزاكم الله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نعم نحن نقول بأنه في الحقيقة هذه العقوبات لا تسلو الحرية الفردية من الأفراد كما يتوهم هذه العقوبات في الحقيقة شرعت لكي تكون عقوبات أدبية الغاية منها أن لا يكون الإنسان طائشا في الدين فاليوم يدخل وفي اليوم التالي يخرج ويروج ذلك ويحدث فتنة وبلبلة تنعكس كثيرا ما تنعكس على الأمن الاجتماعي لأنه في تلك الأزمنة خصوصا ما كان هناك انفكاك بين الاختيار الديني وبين الانتماء المدني يعني دولة الرسول الأعظم مثلا صلى الله عليه وآله هذه دولة دينية الذي قد أسلم أصبح تلقائيا مواطنا في هذه الدولة فعليه شروط عليه واجبات له حقوق له التزامات صحيح فكان يعد في ذلك الزمان الذي يجاهر بارتداده هو بمثابة من ارتكب جناية الخيانة العظمى لأنه يقوض أركان الدولة والمجتمع بذلك ومع هذا كثيرا ما كانت هذه العقوبة تدرأ عنه المنافقون مثلا نطقوا بكلمة الكفر القرآن يصرح وكفروا بعد إسلامهم صحيح ولكن ما أجرى عليهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الحد على من يجرى الحد إذن؟ على هذا الذي يكون خارجا على المجتمع يعني كأنه بسببه ستحدث فتنة تراق بها دماء ولذلك فهذه العقوبات من حيث الأصل هي عقوبات أدبية مؤجرائية الغاية منها حماية المجتمع وحماية نظمه وحماية طهارته حماية دينه هي التي تؤدي إلى حماية طهارة المجتمع نظامة تآلفة باعتبار كما قلنا أن تلك المجتمعات كان لنفكاك ما بين الاختيار الديني فيها والانتماء المدني بخلاف ما لو جينا في مجتمعات تعددية كما هو الحال في مثل هذا المجتمع مثلا فمن ذا من فقهائنا يقول الآن أنه تجرى هذه الحدود في مثل هذه المجتمعات لأنه تحصين المجتمع صار بحيثية أخرى حينئذ فلا يوجد هناك تعارض ما بين هذه الحدود التي الأصل فيها هو مجرد الردع والتأديب أو بعبارة أخرى مثل ما المحاكم تحكم تقول هذه العقوبة مع وقف التنفيذ مثلا أنا حكموني مرة بالكويت ستة أشهر سجن مع وقف التنفيذ هو الغرض شنو أنه لما يعطيك حكم بهذه الثقل أنت ترتدع نفسيا تقول لا أنا لازم ما أرتكب بعدها الجناية حتى وإن لم تجرى يعني واقعيا مع وقف التنفيذ فكذلك هو الحال في هذه الحدود إلا اللهم إذا كانت الجناية بإذاعة الكفر أو إعلانه تعد نوعا من أنواع المساس بالأمن الاجتماعي لا حينئذ طبعا تجرى لأنه مثل ما قلت لك مثل قضية خيانة عظمى صارت وهذا كان حال هؤلاء المرتدين في زمان النبي صلى الله عليه وآله مثلا يعني هذا الذي يرتد غرضه ما هو التأليب على الدولة الإسلامية والقضاء عليها والإجهاز عليها يروح يرتد ويتحالف مع المشركين ومع آخرين ويقول يلا يلا قل يروح نجهز عليهم عرفته فكنوع من أنواع الوقاية كان يقام عليه الحق أن يرتد ويكون ارتداده بحسب أعراف ونظم الزمان والمكان من قبيل الخيانة العظمى التي تمس بالأمن الاجتماعي أما إذا ارتد أي حد يصير علىه هذا اللي مرتد وساكد بينه وبين ماكو بينه وبين ربه بعد لأنه هو ارتد بس بينه وبين نفسه خليني نقول هو ارتد خلص نمكلم صديقة قايل لا أنا مرتد نمكلم زوجته قايل لا أنا مرتد طبعا زوجته مفروض تبينه منه بس على ايتيحال ما عليه ما عليه الشيء هذا ولا كوي شيء خلص هو أعلنها هذا إعلان بس إعلان شنو واضح أنه ليس من قبيل الإعلان بالخروج على النظام الأساسي للمجتمع